استعداداً للاستضافة مدينة السلام مدينة شرم الشيخ لمؤتمر التغير المناخي كوب 27 تشهد المدينة مراحل تنفيذ مشروع إنشاء الحديقة المركزية بالمدينة تحتوي هذه الحديقة على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم أهالي ورواد المدينة المزيد حول المشروع يستعرضه لنا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني ما زالت الاستعدادات قائمة وتجرى هنا على قدم وصاق في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام استعداداً لاستقبال قمة المناقب 27 في السادس من نوفمبر المقبل بإذن الله من بين هذه المشروعات وهي المشروعات الصديقة للبيئة هو مشروع إنشاء الحديقة المركزية ومجمع البنوك وأيضاً المول التجاري وهذه الحديقة تقام على مساحة 40 فدان مما توفر مساحات خضراء كبيرة مزيد من التفاصيل عن هذا المشروع مشروع إنشاء الحديقة المركزية هنتعرف عليها من خلال ضيفنا المهندس وليد عبدالغفار المهندس الاستشاري ومدير طاقم الإشراف على المشروع أهلاً بك بش مهندس كلمنا تفصيلاً عن هذا المشروع مشروع إنشاء الحديقة المركزية هنا في مدينة شرم الشيخ وبداية موقعها فين تحديداً هنا في المدينة أهلاً وسهلاً بحضرتك يا أساس أحمد المشروع بيقع في المسلس الأخضر بشرم الشيخ أو بحي النور المسلس الأخضر هو رابط ما بين الطرق الرئيسية المؤدية لشرم الشيخ الطريق الأوساطي والطريق الدائري بحيث أنه يكون بعيد كل البعد عن إعاقة حركة المرور المشروع مقام على مساحة 40 فدان من ضمنها 75% فأكثر مساحات خضراء لندسكيب نجيل وأشجار لو تعرفنا أكثر عن إيه هي الصعوبات اللي وجدتكم في تنفيذ هذا المشروع في بداية من ضمن الصعوبات اللي وجدنا في المشروع هو كان الوقت أولاً ثم الفرق المنسوب أو فرق الارتفاع ما بين الطريق الأوساطي لطريق الرابط بالمدينة كان عنده حوالي 9 متر أو 10 متر فرق منسوب قدرنا ناخد المشروع كله بميول ومشيات رئيسية ومشيات فرعية بحيث أنه يعني ما نعملش مصاطب أو نعمل سلالم بحيث اللي يقف في أوطى نقطة في المشروع يكون تكاشف كل المساحة الخضراء بالمسطحات المائية فيما يخص العدد الورديات اللي بتتم هنا تنفيذها أنا شاف العمال هنا يعني بيشتغلوا يعني بيوصلوا اليوم بشكل كبير والعمل قائم على قدم وصاق حدثني أنت بداية بدأتوا في المشروع من إمتى والورديات اللي بتقام هنا في هذا المشروع إحنا استلمنا المشروع 15-4-22 يعني بقالنا بالظبط حوالي 6 شهور ما كملناش بالنسبة للورديات والعمالة إحنا شغالين بكامل قوتنا يعني ورديتين في اليوم بحيث أن تقريبا ما فيش راحة لكامل العمالة فإحنا ضغطين بحيث أن إحنا نقدر أو إن شاء الله نسلم المشروع في يكون يعني بداية أو تسليم مشروع في قب 27 استعدادا للزوار واستعدادا لمؤتمر المناخ يعني مشروع جميل جدا هو إنشاء الحديقة المركزية مما يوفر مساحات خضراء كبيرة بنشكرك شكرا جزيلا المهندس وليد عبدالغفار المهندس الاستشاري ومدير طاقم الإشراف على هذا المشروع الضخم كما شاهدنا يعني مشروع ضخم يقام هنا على أرض مدينة السلام المدينة الخضراء المدينة الصديقة للبيئة مشروع إنشاء الحديقة المركزية على مساحة 40 فدان ومجمع البنوك والمول التجاري إليكم زملائي في الاستوديو اشتركوا في القناة